علشان تاخدوا المكانة اللي تستحقوها كان لازم نحرركوا من المماليك وظلمهم وضريبهم جئتم لتمقزونا من المماليك وجاء المماليك لينقزونا من الأتراك وجاء الأتراك ليحمونا من التتار وجاء التتار ليخلصونا من الخليفة وجاء الخليفة ليحمينا من الرومان والرومان من الإغريق والإغريق من الفرس لماذا تخصوننا بشهامتكم أيها السادة؟ جري يا شيخ صابر لا مؤخذة يا جنرال هو ما يقصدش لا هو يقصد يا حج شهام وبعدها لك انت رخر يا مختار لا ما يقصدش ده يعني قصده أنه ده يعتبر كرم وشهامة منكم طالما أنك شيخ وبتعرف في الدين الإسلامي يبقى لازم تعرف أن الله قرر هلاك أعداء الإسلام على إيدي أنا نزلت رومية الكبرى وخربت كرسي البابا اللي كان بيحرد المسيحيين على محاربة الإسلام ورحت ملطق طردت منها فرسان الصليب اللي كانوا بيدعوا زور أن الرب بيطلب منهم أنهم يحربوا المسلمين الإسلام مش مستني حد ينصره الإسلام عزيز بالمؤمنين بيه ورب قادر ينصر جنده مين ده يا شيخ البلد؟ يوه ايه حكاية كل نفر يجي يقوله مين ده يا شيخ البلد؟ تراهيني؟ أباش يخسر إيما يقوله حمدته تراهيني شواب البلد وزيب من الظلام تشوفي انت حامد؟ ايه أنا سمعت عن اللي انت عملتم على المماليك سمح لهنيك بشكرا على واجل لازم تعرفوا أننا هنكون أقرب لكم من أي حد جه بلدكم براك أنك قلت بلدنا ومدام بلدنا عايز تغير اسمها ليه؟ وإيه اللي جابك أصلا؟ جرالك يا حامد لمؤاخذة يا جنرال طبعا طبعا هو إحنا حيجينا أعز منكم ده أنتوا على الرحب والسياعة احنا بنرحب الضيوب بس يا حاجش ها ما بنرحبش لأي حد مالوش لازم يا بني كلمة اشترك في البقاءات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة